بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله الدرس الثاني والستون سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميط العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن الميافر وعن القسي وعن القسي وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا حديث عظيم يشتمل على مساء المهمة في اللباس وفي تعامل مع المسلمين وفي بيان الأواني المحرمة هو حديث جامع فيه أوامر وفيه نواهي الأوامر سبع والنواهي سبع نعم أعد أول أمرنا بعيادة المريض أمرنا بعيادة المريض هذه واحدة عيادة المريض المسلم لأن في ذلك أجرا عظيما للزايد وأن من زار مريضا أو يعني مريضا لا يزال في خرفة الجنة يعني في ثمر ثمر الجنة فعيادة المريض حقا للمريض على أخيه بأجل أن يدعو له ويؤنسه ويوسع عليه يوسع عليه ما هو فيه من مس المرض أو ضيط الصدر يحصل بذلك خير كثير في عيادة المسلم وأما عيادة المريض الكافر فإذا كان في هذا دعوة له من الإسلام فإنه يعود ويدعوه إلى الإسلام لعله يموت على الإسلام فينجو من النار فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو يحتضر فعرض عليه الإسلام ورغبه في الموت على الإسلام لكن الله لم يكتب له القبول بسبب أنه أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه فمات على الشرك وزار صلى الله عليه وسلم يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم اليهودي ومات على الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه فيه من النار فإذا كان المقصود من عيادة المريض الكافر دعوته إلى الإسلام هذا أمر مطلوب أما إذا كان لغير ذلك فلا يجوز لأن هذا يعد من الموالات هذه واحدة نعم واتباع الجنازة والثاني اتباع الجنازة إذا مات المسلم فإن أخوانه يشيعونه يحضرون الصلاة عليه ويمشون معه إلى المقبرة ويحضرون دفنه ويدعون له بعد الدفن هذا من حقه عليه وهذا من باب الشفاعة لأخيهم شفعون له عند الله سبحانه وتعالى ففيه الترضيب في تشييع الجنائز جنائز المسلمين أما جنازة الكافر فلا يجوز للمسلم أن يشهدها ولا يشيعها لأن هذا يعتبر من الموالات نعم وتشميط العاطس الثالثة تشميط العاطس العطاس حواء يخرج من طريق الأنف حواء يكون في البدن ويخرج عن طريق الأنف وفي ذلك نصلحة للبدن أنه يخرج الهواء الذي كان مختزناً فيه فيحصل للعاطس ارتياحاً بعد العطاس فهذا نعمة من الله عز وجل فالعاطس يشكر الله يحمد الله فيقول الحمد لله فإذا قال الحمد لله فإن من سمعه شمته بأن يقول يرحمك الله ثم يرد هو ويقول يهديكم الله ويصلحوا بالكم هذا هو التشميط وأصل بالسين التسميط التسميط من السمت يدعو له بحسن السمت ثم تشكلت السين وصارت سينا وهذا معناه معناه الدعاء له بحسن السمت وهذا مربوط بشرط وهو أن يحمد العاطس الله فإن لم يحمد الله فلا تشمته في الحديث في الحديث الآخر إذا عطس فحمد الله فشمته لهذا القيد وأما الكافر إذا عطس فلا يشمت لا يدعى له بالرحمة فلقال يهديكم الله وكان اليهود عطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقول لهم يرحمك الله فكان صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله فدل يرحمكم الله نعم وإبرار القسم أو المقسم الرابعة إبرار القسم هو الحلف إذا حلف عليك أخوك أن تفعل كذا وهذا الشيء الذي يطلب منك ليس فيه محرم ولا معصيه ينطلب منك أن تدخل بيته أو أن تأكل من طعامه أو أن تزوره أو ما يسبق ذلك طلب منك شيئا مباحا فإن الأفضل أن تبر بقسمه ولا تخالف ما أقسم عليك أن تفعله أو أقسم عليك أن تتركه هذا من حقه عليك إبرار القسم أو إبرار المقسم هذا من حق المسلم على أخيه أنه إذا أقسم عليه طلب شيء مباح أن يبر بقسمه ولا يحنثه فيها نعم ونصر المظلوم نصر المظلوم إلى المسلمين قال صلى الله عليه وسلم حتى من الكفار نصر المظلوم لأن الظلم لا يجوز لا في حق المسلم ولا في حق الكافر ولكن في حق المسلم أشد الظلم لا يجوز والذي يسعى في إزالة الظلم هذا على أجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم ننصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما قال تحجزه عن الظلم فذلك نصره فنصر الظلم حجزه عن الظلم هذا نصره نعم وإجابة الداعي إجابة الداعي إذا دعاك لحضور لحضور وليمة أو طلب منك أن تحضر من مناسبة زواج فإنه من حقه عليك أن تجيبه ما لم يكن هناك منكر لا تقدر على إزالته إن كان في الاحتفال منكر كما هو الكثير الآن في مناسبات الزواج إذا كان فيه منكر فإن كنت تقدر على إزالته وجب عليك الحضور إن كنت لا تقدر فإنه لا يجوز لك الحضور أما إذا كان ليس فيه منكر من حق يا أخيك أن تجيبه لأنك إذا لم تجيبه يحصل له إنكسار نفس وربما أنه يخاف أنك قد هجرتها وأنك لاحظت عليه شيئا فيكون في نفسه شيئا لأجل إزالة ما في النفس تحضر ما لم يكن عليك ضرر أو يكون في الدعوة منكر ولا تقدر على إزالته نعم وإفشاء السلام إفشاء السلام والإفشاء معناه النشر نشر السلام لأن إذا التقى المسلمان يسلم أحدهما على الآخر لأن يقول السلام عليكم ويرد الآخر فيقول وعليكم السلام قال الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا والابتدى بالسلام سنة مؤكدا ورد السلام واجب رده واجب والسلام معناه الدعاء بالسلام أو هو اسم من أسماء الله تعالى تقول السلام عليك يا عليك اسم الله بمعنى أن الله يحفظك ويحوطك بعنايته أو هو دعاء بالسلام المسلم عليه وإفشاء السلام يترتب عليه زوال ما في النفوس وترتب عليه زرع المحبة في القلوب قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وهو تحاببتم أفش السلام بينكم والسلام لا يكلفك وقتا ولا مالا ولا كلمة طيبة تقولها لأخيك يحصل فيها خير كهير ونهى صلى الله عليه وسلم عن التهاجر بين المسلمين لا يسلم بعضهم على بعض وحتى لو كان بينكما سوء تفاهم فلا يجوز لك أن تهجره أكثر من ثلاثة أيام إذا كان ولا أبد فإلى ثلاث ثم تسلم عليه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام نعم ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب هذا من أحكام اللباس نهى عن التختم بالذهب للرجال لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب سواء كان خالصا أو شيء أو خاتم فيه ذهب حرام على الرجل قد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب رأى رجلا لابسا خاتما من الذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيضعها في يده فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه ولم يأخذه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإيمان هذا هو الإيمان الصحيح والدليل على صدق الإيمان وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تحريم تختم بالذهب للرجال أما للنساء هو مباح ويباح للرجل الخاتم من الفضة خاتم من الفضة يباح للرجل وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة الخاتم من الفضة مباح وكذلك الخاتم من غير الذهب ولو كان ثمينا من الألماس أو من الأحجار الكريمة إنما الممنوع هو التختم بالذهب فقط للرجال نعم وعن جرجر جرجر في بطنه نار جهنم قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أواني الذهب فإنها لهم في الدنيا يعني الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ الأواني من الذهب حتى ولو لم يستعملها لو اتخذها بالزينة أو 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 تحفة من التحف عنده كاس من الذهب أو إنى من الذهب أو أي شيء مصنوع من الذهب على أن تحفة لا يجوز له أن يأخذه ولا من الفضة أيضا لا يجوز له اتخاذ التحف والأواني من الذهب أو الفضة هو هذا خاص بالأواني التي تستعمل نعم وعن المياثر عن المياثر سبق عندنا المراد بالمياثر المياثر جمع ميثرة وهي ما يوضع على ظهر المركوب ما يوضع على ظهر المركوب تحت الراكب لا يكون من من اللون الأحمر الخالص نهى عن المياثر الحمر أما أن الإنسان يتخذ ميثرة يركب عليها من غير اللون الأحمر فلا بس لكن يتخذ ميثرة من اللون الأحمر الخالص هذا لا يجوز ولا يجوز لهم يلبس الأحمر الخالص لا يجوز أنه يلبس الأحمر الخالص أما أنه يلبس شيئا فيه فيه حمرة وفيه غير الحمرة ملون هذا لبس إنما الممنوع الأحمر الخالص لا يلبسه ولا يركب عليه أو يفترش وعن القسي وعن القسي نسبة إلى القس وهو لباس من الحرير لباس من الحرير يصنع في مكان قال له القس وينسب إليه القسي ويجوز عن قسي والمراد به الحرير وهذا سبق ولا يجوز للرجل أن يلبس ملابس الحرير نعم وعن لبس الحرير نعم والاستبرق نعم أنواع هذه أنواع من الحرير القسي نوع والحرير يعني الخالص والاستبرق وهو ما غلض من الحرير نعم كله عن الحرير بأنواع نعم والديباج نعم نوع من الحرير أيضا الديباج ما رق من الحرير والاستبرق ما غلض من الحرير نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرما به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى نعم فلفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يلبس الخاتم من الذهب ويجعل فصه من داخل كفه يقبض عليه ثم إنه صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك وأعلن لأصحابه لأنهم فعلوا مثل فعله تخذوا الخواتم من الذهب فأعلن لهم ورماه أمامهم وأقسم أنه لا يأخذ عليه الصلاة والسلام كل هذا من باب كل هذا من باب ترك المحرم كان في الأول مباحا ثم نسخ هذا وصار حراما ولا يجوز العمل بالمنسوخ يجينا واحد يجرى غسول نبس خاتم الذهب يقول هذا في أول الأمر ثم إنه أعلن على المنبر الرجوع عن ذلك وطرحه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العمل بالمنسوخ بل يجب العمل بالناس فهذا فيه تحريم الخاتم من الذهب وأن من لبسه وهو لا يدري أو لبسه متعمدا وتاب أنه يبادل بنزعه يبادل بنزعه وإذا كان الناس اختدوا به فإنه يعلن يعلن ذلك له وهذا يشمل كل من ارتكب خطأ أو أفتى بفتاوى خاطئة ثم تراجع وتاب أن يعلن ذلك للناس من أجل أن لا يعتمدوا على فتواه أو على قوله بل يعلن هذا للناس خصوصا من هم قدوة واختدي بهم الناس فإذا تبين لهم أنهم أخطأوا في شيء في فعل أو في قول والناس قلدوهم يجب عليها أن يعلن هذا يعلن هذا للناس حتى يتركوا هذا الشيء أو تبرى ذمته هو هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم في آخر الحديث أنه جعله فييمينه مسألة أنه يلبس الخاتم فييمينه أو في يده اليسرى هل يتبع العادات يتبع العادات هو مباح أنه يلبس في اليمين أو في اليسرى مباح لكن إذا كان الناس يلبسون في اليسار يلبس مثلهم ولا يخالفهم إذا كانوا يلبسون في اليمين يلبس مثلهم أما أنه يشهد عن الناس يصير محل شهرة ومحل انتقاد فلا ينبغي هذا نعم ثم قال وَاللَّهِ حين حينما يسمع النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مبادر بالامتهاب قال تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ جَعَلَهُ فِيَدِهِ الْيُمْنَةٍ نعم هذا الذي ذكرنا عن مسألة لبس الخاتم المباح لبس الخاتم المباح أنه يجوز أنه يلبسه في اليمن أو في اليسرى لكن إذا كان الناس تعتادوا أنه يلبسونه في اليمن يلبس مثلهم إذا اعتادوا أنه يلبسونه في اليسرى يلبس مثلهم ولا يخالفهم يصير محل لانتقاد واستغراب نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إسبعين أو ثلاث أو أربع هذا سبق الكلام عليه هذا مما يستهنى من الحرير وهو الطراز الذي يكون على الجيب على الأكمام أو على فروج الفروة أنها يجوز التطريس بالحرير بشرط أن لا يزيد عن أربعة أصابع على الكثير وإن قلل وصار موضع أصبع هو أحسن نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا وهو من أفعال المشاركة مثل قاتل يقاتل خاص ما يخاصم من أفعال المشاركة التي تكون بين طرفين ثم بين طرفين والجهاد هو بذل الجهد والجهد هو الطاقة هو الطاقة فيبذل الإنسان طاقته وجهده في الشيء هذا في الأصل في اللغة أما الجهاد في الشرع فهو بذل الجهد في قتال الكفار وقتال الخوارج وقتال البغات وقتال قطاع الطرق هذا الجهاد بسبيل الله لأجل كف شرعهم والجهاد أنواع كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أولها جهاد النفس الإنسان جاهد نفسه على طاعة الله لأن النفس ميالة وأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فتحتاج إلى جهاد هي تنازعك وأنت تنزعها هذه فيه مغالبة أيهم يغلب أحد تغلب نفسه والعياذ بالله توقعه في المحرمات وأحد يتغلب على نفسه يجرها إلى الخير هذا جهاد جهاد النفس وهو أول أنواع الجهاد ما ليس يجاهد نفسه ما يجاهد غير هبدا أول ما يبدأ الإنسان جهاد نفسه يكفها عما حرم الله ويحملها على طاعة الله ويصدرها على المشقة والتعب في طاعة الله أو على المشقة في ترك المألوف إذا كان محرما تاج إلى مجاهدة وصبر مع نفسه ومن لا يجاهد نفسه لا يجاهد في غيرها أبدا هذا النوع الأول النوع الثاني جهاد الشيطان إبليس لعنه الله وجنوده من شياطين الإنس والجن هؤلاء يحتاجون إلى جهاد لما يلقونه من الوساوس والشبهات والدعوة إلى الضلال والدعوة إلى الإباحية دعوة إلى فعل المنكرات وإشاعة المنكرات تحذير من الخير هؤلاء يحتاجون إلى جهاد وذلك بأن الإنسان لأن الإنسان يعصيهم فيما يأمرون ويخالفهم فيما ينهون عنه يفعل ما نهوه عنه يفعل ما نهوه عنه ويترك ما أمروه به لأنهم لا يأمرون إلا بالشر فيتركوه ولا ينهون إلا عن الخير فيفعل الخير ولا يصغي لأقوالهم ودعواتهم ورأس الشياطين هو إبليس لعنه الله الذي قال لربه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته أي آدم إلا قليلا فهو عدو للإنسان عدو لأبيهم وانجرت عداوته إلى ذرية آدم عليه السلام من باب الحسد من باب الحسد لهم والكبر والطغيان ويتبعه شياطين الإنس والجن يأمرون بأمره وينهون عنه يحتاج إلى جهاد الثالث جهاد العصات من المسلمين وذلك بالأمر بالمعروف الرابع جهاد العصات من المسلمين الأول جهاد النفس والثاني جهاد الشيطان والثالث جهاد العصات من المسلمين الثالث وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنطق الأمر بالمعروف والنهي عن منطر جهاد جهاد مع العصات وهو واجب وهو من أفضل أنواع الجهاد والرابع جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكبر ودائما يسعون بالفساد في المجتمعات الإسلامية والتفريق بين المسلمين والغيبة والنميمة وطرح العداوة بين المسلمين يحتاجون إلى جهاد ويلقون الشبهات على دين المسلمين وهم ينتسبون إلى الإسلام خداعا ومكرا فهؤلاء يجاهدون باللسان لأن يرد على شبهاتهم وافتراءاتهم بالمشافة أو بالقلم أو بالمحاضرة أو بالخطبة أو بالدروس تنقض شبهاتهم وتدحل افتراءاتهم حتى لا تروج على النص هذا من الجهاد بسبب الله الخامس جهاد الكفار وذلك بقتالهم بعد دعوتهم إلى الله الخامس جهاد الكفار وهذا هو المقصود في هذا الباب جهاد الكفار لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل ودحف الكفر هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل والجهاد غلط فيه الآن طائفتان من المسلمين غلط فيه الآن طائفتان من المسلمين الطائفة الأولى التي تقول إن الإسلام ليس فيه قتال وإنما هو دين محبة دين محبة ومسالمة ودين رفء وإلى آخر ما يقولون معناه إن المسلمين يذلون أمام الكفار ويستسلمون للذل والهوان ولا يدافعون عن دينهم يقولون دين الإسلام دين رحمة نعم هو دين رحمة ومن الرحمة الجهاد في سبيل الله فهو رحمة ودين عطف وتعاطف ودين إنسانية ودين محبة هذه كلها نعم من أوصاف الإسلام لكن ليس معناه هذا ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل الجهاد في سبيل الله ليس القصد منه الانتقام أو الاستيلة على الأموال وإنما القصد منه إعلاء كلمة الله وهذا لمصلحة البشرية فهؤلاء الذين الآن ينادون بأن الإسلام دين محبة ودين مؤاخات ودين مسامحة ودين كذا ودين كذا هذا معناه ما في الإسلام الجهاد وهم يريدون الرد على اليهود والنصارى الذين يقولون إن الإسلام دين دموي ودين إرهابي ودين قتال هؤلاء الجهال من المسلمين من المفكرين على ما يسمونهم أو المثقفين الذين ليس عندهم علم يريدون أن يردوا عليهم لكن ما أحسن الرد والرد لا يبدأ يكون من عالم ما يكون من مفكر ولا من مثقف ولا من متحمس ما يصل حالي رد الباطل بالباطل يزيد الباطل شرا فهم يريدون الرد على الكفار لكن ما هو هذا طريق الرد الرد على الكفار الذين يقولون إن الإسلام دين دموي ودين قتال أن نقول أولا أنتم اللي دينكم دموا أنتم الذين الآن تقتلون المسلمين تؤذونهم تحتلون بلادهم تنهبون خيراتهم تهدمون بيوتهم وتشردونهم هذا هو الواقع منهم في العراق والواقع منهم في أفغانستان والواقع منهم في بلاد المسلمين كيف يقولون إن الإسلام دين دموي وهذا فعله الدموي عندهم هم أين الحروب الصليبية التي استمرت سنين طويلة واحتلوا بيت المقدس واستولوا عليه تسعين سنة تحت وطأتهم وفتكوا بالمسلمين ولم يخلص بيت المقدس إلا طلاح الدين الأيوب رحمه الله فالحقية أنهال منجر عليهم هم مثل ما يقرمتني بدايها وانسلت هذا داعهم هم ما هو دينهم الذي جاء به أنبياءهم حشو كلا لكن دينهم المحرف المبدل المغير الممسوخ هو الذي يفعلون هذا الفعل فهم يدعون إلى التسامح وإلى المحبة وينددون بالإسلام لكنهم هم الذي عندهم الدموية وعندهم القتل والقتيل والتشريد وخراب الديار هذا الوجه الأول من الرد عليهم أننا نرد مقالتهم عليهم نقول هذا هو فعلكم الآن بالمسلمين الوجه الثاني أن المسلمين لا يجاهدون من باب الانتقام وإنما يجاهدون من باب الرحمة بالبشرية لتخليصها لتخليصها من الكفر وإخراجها من الظلمات إلى النور وإزالة الظلم عنها وإزاحة الجبابرة والطغاة عنها الذين يسيطرون على الشعوب بالظلم والقهر والجبروت حتى إن منهم من ادعى الربوبية كفرعون والنمرود وأنه لا ينازع في ظلمه وفي طغيانه وجبروته فالإسلام إنما جاء لأجل مصلحة البشرية لتخليصها من الكفر وإنقالها من الظلمات إلى النور ونشر الخير فيهم ما هو القصد منه الانتقام أو الدموية أو هل هذا موجود في قتالة في فعل اليهود والنصارى أنهم يقاتلون الشعوب لأجل نشر الخير أو لأجل نشر الشر هم يقاتلون الشعوب لأجل نهب ثرواتها والظلم والطغيان والتعسو والتكبر على الناس فالإسلام لا يقاتل الناس طمعاً في أموالهم أو في ديارهم أو يريد الانتقام منهم وإنما يقاتلهم الرحمة بهم من باب الرحمة بهم والتخليص لهم من الشر وإنقاذهم من النار إلى الجنة ومن الظلال إلى الهداية المسلمون إذا استولوا على بلد ما لا يكون صنيعهم مع هذا البلد ينشرون فيه العدل ينشرون فيه الرحمة ينشرون فيه العلم كما حصل من آثار الجهاد بسبيل الله على يد الصحابة ومن جاء بعدهم انتشر الخير في المشارك والمغارب وبرز العلماء والآئمة من الفرص والروم أكثر علماء الإسلام من الفرص والروم بسبب جهاد بسبب الجهاد ولو تركوا لبقوا على ماهم عليه من الكفر والضلال وعياذ بالله تأمل كم عالم خرج من بلاد فارس من بلاد ما وراء النهر من بلاد الشام ومصر من بلاد المغرب والأندلس صاروا أئمة في العلم والدعوة والخير هذا بسبب الجهاد في سبيل الله أما الكفار فإنهم إذا تغلبوا على بلد نشروا فيه الجور والطغيان والجبروت ونهب الثروة وإذلال الضعفة هذه نتائج سيطرة الكفار قارن بينها وبين ما يترتب على الجهاد في الإسلام من الخير للشعوب فنحن نقاتلهم لمصلحتهم وينالنا مثل ما ينالهم من القتل والجراح قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون فالمسلمون يقدمون أنفسهم وأموالهم من أجل نشر الخير في البشرية هذا هو المقصود من الجهاد في الإسلام في مصلحة البشرية ونشر العدل فيها ثم إن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا بعد الدعوة إلى الله عز وجل بعد الدعوة إلى الله قدم الدعوة إلى الله فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا لا بد من الجهاد لأنهم أصبحوا معاندين عرفوا الخير ولكن أبوا فلا بد من قتاله ولو تركوا لنشروا الكفر في الأرض حتى ما يقتصر كفرهم على أنفسهم بل ينشرونه في الأرض ويدعون إلا الكفر فهذا هو القصد من الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا بعد الدعوة وبعد إصرارهم عن الكفر وعنادهم بعد ما تبين لهم الحق وأيضا المسلمون إذا استولوا على بلد ماذا يصنعون فيه يستذلون أهله يجبرونهم دعوة متعذر قبول الحق هذه واحدة الثانية أنهم لا يقتلون كل أحد من الكفار لا يقاتلون من سالم ولم يؤذي المسلمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يهرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين ولا يقتل الطفل ولا يقتل المرأة ولا يقتل الشيخ الهريم ولا يقتل الرهبان الذين تركوا الدنيا وأقبلوا على العبادة بزعمهم هذا كفرهم قاصر عليهم أن تعرضهم إنما يقتل الداعية الذي يدعو إلى الكفر الذي ينتشر كفره على غيره هذا يقاتل ويقتل أما الذي يقتصل كفره عليه ما هذا لا يقتل هذا لا يقتل الإسلام لا يقتل المعاهد ولا يقتل المستأمن ولا يقتل الذم بل لهؤلاء ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين والمعاهد والذم والمستأمن يكون من النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة فهذا هو الجهاد بالإسلام وما يترتب عليه من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة فهذا هو الجهاد بالإسلام وما يترتب عليه كله خير ولله الحمد وكله مصالح وكله رحمة والقصد منه نشر الرحمة لا التعسف والظلم والطغيان كما هو الواقع من الكفار إذا تغلبوا على المسلمين هذه طائفة وهذا ملخص الرد عليها الطائفة الثانية من المسلمين غلطت في الجهاد فجعلت الإرهاب جهادا الإرهاب والترويع والاعتداء على الناس وقتل المعاهدين والمستأمنين اعتبروه جهادا وهو ليس بجهاد إنما هو فساد وليس بجهاد ولا يجوز قتل المستأمن والمعاهد والذم قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فهؤلاء غلطوا في الجهاد ونزلوا في غير منزلته واعتبروا الإفساد في الأرض جهادا وهذا يشوه الإسلام عاهد ثم تقتله أو تأمن ثم تقتله هذا يشوه الإسلام أو إن ولي الأمر عقد معهم العهد تجي أن تتخون ولي الأمر هذا من التشويه الإسلام السعي في الأرض بالفساد بل اعتبروا إن الانتحار إن الانتحار بالتفجيرات اعتبرونه من الاستشهاد في سبيل الله وهو من قتل أنفسهم ومن قتل نفسه عذبه الله في النار كما في الحديث من قتل نفسه بحديدة حديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم قتل نفسه بسم فسمه بيده تحساه نار جهنم ومن قتل تردى من جبل فقتل نفسه هو يتردى في جهنم الذي قاتل الكفار لشجاعه وباس وأعجب الصحابة وأثنوا عليه عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار تعجبوا من ذلك فراح رجل يتابعه راح يشوف الشأن كيف الرسول يقول هو في النار فالرجل لما جرح واشتد به الألم جزع والعياذ بالله فقتل نفسه قتل نفسه فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وأخبر أخبره بشأن الرجل الذي قال هو في النار الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فدل على أن الذي يقتل نفسه هو في النار وهؤلاء يقولوا لا أن يقتل نفسه بالتفجير والانتحار هذا هذا شهيل في سبيل الله هذا من غلطهم وعدم فقههم في دين الله وكذلك الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر ولي أمر المسلمين لمجرد خطأ يلاحظونه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة ولو كان الولاة عندهم أخطاء ما لم تصل إلى حد الكفر ما لم تصل إلى حد الكفر أما ما دامت الأخطاء دون الكفر فإننا نطيعهم نصبب على ذلك لأن الصبر على ما عليهم من الملاحظات أخف من المفاسد التي تترتب على الفروج عليهم من سفك الدماء واختلال الأمن وضياع وتسلط العدو علينا فهذا من غلطهم من غلط الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم من شباب العصر اليوم من الانتحاريين والإرهابيين هذا غلط في الجهاد ليس هذا هو الجهاد بسبيل الله هذا ليس هو الجهاد بسبيل الله فيجب التنبه لهذا الأمر العظيم وأن أحدا لا يتكلم في مسائل الدين والمسائل الكبار الخطرة إلا عن علم وعن بصيرة لا يتكلم عنها بجهل ثم يقع في الخطأ والخطر ويوقع غيره أيضا فالأمر تحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى علم وتحتاج إلى عقلية مشورة بين المسلمين إن تنازعكم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم إلى الرسول يعني إلى سنة الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم والذين وأولي الأمر هم الولاد وأهل الرأي والعلماء وعلماء الدين هؤلاء من ناحية السياسة وهؤلاء من ناحية العلم فهم الذين يحلون المشاكل ويعرفون كيف يعالجون الأمور أما هؤلاء السذة يعالجون قضايا المسلمين يقعون في أخطأ أشد مما يعالجون فهذا هو الذي أصبح الآن شغل المسلمين الشاغل مع هؤلاء وشوه الإسلام بأفعاله المال واتخذ الكفار منهم حجة على الإسلام أنه دين إرهاب ودين خيانة ودين كذا وكذا نعم والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال بل هو أفضل ما يتطوع به الإنسان أفضل ما يتطوع به الإنسان الجهاد في سبيل الله والإنفاق فيه لما يتركب عليه من المصالح العظيمة وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ويأتي أن المؤلف رحمه الله ساق أحاديث كثيرة في فضل الجهاد وعظم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى لكن الجهاد الشرعي الجهاد الشرعي ما هو كل ما يسمى بالجهاد يكون جهادا الجهاد الشرعي الصحيح هو المقصود المنضبط ضوابط الشرعية نعم عن عبد الله بن أبي أوفاء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم نعم هذا فيه بيان آداب الجهاد وما ينبغي للقائد قائد الجيش أن يفعله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش في بعض المغازي كان يقود الجيش هو بنفسه صلى الله عليه وسلم وأحياناً يؤمر عليها أميراً ينوب عنه عليه الصلاة والسلام في المغازي أو بعض المغازي التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا التوجيه للجنود جنود التوحيد وجنود الإسلام أنه انتظر حتى زالت الشمس فدل على أن القتال يكون إما في أول النهار أو في آخر النهار يعني في البردين هذا أحسن ما يكون للجهاد أما وقت شدة الحر ووقت شدة القيلولة فإنه لا يكون الجهاد مناسباً بل يكون في أول النهار أو في آخر النهار ولهذا انتظر صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس دخل وقت الظهر ثم قبل أن يباشر الجهاد قام فيهم خطيباً وألقى فيهم الإرشادات والتوجيهات فدل على أن قائد الجند يوجه الجند ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم فخطب صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو الإنسان ما يقول ليت يلقى العدو الله لا سوي وقول لا لا تقول هذا ما تدري وشي يصير لك ربما أنك تجبن ربما أنك تهرب ولا تصبر ولا تدري ماذا يحصل لك هذا من ناحية ناحية الثانية أنك بهذا تزكي نفسك أنك تزكي نفسك أنت لا تتمنى لقاء العدو لا تتمنى الموت جاء النهي عن تمني الموت والنهي عن تمني لقاء العدو العدو وتمني المكاره حتى يصبر عليها بزعمه ما يتمنى هذا الشيء لكن إذا وقع فيه إنه يصبر لا تتمنوا لقاء العدو مثل تمني الموت مثل تمني الشدائر يقول علشان يصبر ما تدري أن تصبر ولا ما تصبر فلا تتمنى هذا فإذا لقيتموهم إذا لقيتموهم فاصبروا إذا لقيتموهم فاصبروا حينئذ المطلوب منكم الصبر والثبات وعدم الفزع وعدم الفرار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا اثبتوا لأنهم لا شافاكم فيكم رهب ولا فيكم انهزام تسلطوا عليكم لكن إذا ثبتتم فإنهم يجبنونهم إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريخا مصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كاللين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هذه تعليمات من الله جل وعلا وقد علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في هذا الحديث إذا لقيتم وهم فاصدروا على الجلاد والجهاد والقتال ولا تروهم منكم الضعف أو الهرب أو غير ذلك ولذلك الصحابة كانوا إذا لقوا العدو صبروا وثبتوا حتى إن السهام تقع في صدورهم ما تقع في أدبارهم أو في جنوبهم لأنهم يثبتون ويواجهون العدو وكان أقرب المجاهدين إلى العدو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرب المقاتلين إلى العدو عليه الصلاة والسلام فالشبات هذا فيه إرهاب للعدو وفيه إظهار لقوة المسلمين لا لقيتم وهم فاصدروا واعلموا أي تيقنوا أن الجنة تحت ظلال السلوح هذا ترغيب لهم في الثبات وأن الذي يفر من الموت هذا قد فر من الغنيمة إلى الخسار لأن الغنيمة في قتال العدو وأما فرارك هذا ما هو من جيك من الموت لابد من الموت حتى أول انفرارك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إنه ملاقيكم فيصبر المجاهد يصبر ويتيقن أن الجنة تحت ظلال السيوف لكن هذا يحتاج إلى صبر وفيه يقولون فيه شارة إلى أن المجاهد يقرب من العدو بحيث أن السيوف سيوف المسلمين وسيوف الأعداء تختلط ما يكونوا من بعيد بل المسلمون يلتحمون بهم الالتحام بحيث أن السيوف تختلط ويصير لها ظل يصير لها ظل من شدة الاختلاق والالتحام هذا فيه ظهار القوة والشجاعة والجنة تحت ظلال السيوف بمعنى والله أعلم أن هذا يؤدي إلى الجنة وأن الذي يطلب الجنة يصبر على ظلال السيوف ولا يرهب منها لأنه على خير إن قتل فهو شهيد وإن سلم فهو غانم مجاهد في سبيل الله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إلا إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما النصر لكن هذا يحتاج إلى صغر ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا هذا فيه دليل على أن المسلمين لا يتكلون على قوتهم وكثرتهم وإنما يلجأون إلى الله عز وجل ويدعونه وليس المدار على الكثرة المدار على الإيمان والصدق كم من فئة قليلة طالبت فئتا كثيرة بإذن الله ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين فلا يعجب الإنسان بالكثرة أو بالقوة بل يلجأ إلى الله ويدعو الله وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء عند القتال كما دعا في بدر وفي هذه الوقعة دعا عليه الصلاة والسلام فهذا فيه أن المسلمين لا يتكلون على قوتهم وعددهم وإنما يلجأون إلى الله بطلب النصر إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن للذي ينصركم من بعد النصر بيد الله سبحانه وتعالى لكن السلاح والرجال هذه أسباب ليست هي النصر وإنما هي أسباب للنصر وأما النصر فهو بيد الله سبحانه وتعالى وفي الحديث التوسل بأسماء الله والصفات اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اللهم منزل الكتاب وهو القرآن العظيم أو جميع الكتب السماوية بهداية الناس اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب لأن السحاب هذا من عجائب قدرة الله يسوقه حيث يشاء ويأمره ويمنعه السحابة تأتي محملة بالماء ولا ينزل منها ولا قطرة وتذهب إلى بلاد أخرى فتنزل ماءها فيها لأن الله أمرها بذلك وهو الذي يجريها سبحانه وتعالى وليست الطبيعة كما يقولون لو كانت الطبيعة وصرت الأرض كلها سوى لكن كون المطر يصره من بلد إلى بلد ومن أرض إلى أرض هذا الدليل على أنه يد الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط فالذي يجري السحاب هو الله جل وعلا وهازم الأحزاب هازم الأحزاب يعني من الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمهم الله كما في وقعة الأحزاب هذا توسل لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحر السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في كثير من الأعراس يوجد فيها تصوير فهل نجيبه أم ننكر بالقلب ونحضر إذا علمتم أنها فيها تصوير أو غلب على ظنكم فيها تصوير فإن كان في حضوركم منع للتصوير فاحضروا يجب عليكم الحضور لأجل إجابة الدعوة ولأجل إنكار المنكر أما إذا كنتم لا تؤثرون فيهم وسيستمرون بالتصوير فلا تحضروا لا تحضروا ما فيه منكر وأنتم لا تقدرون على إزالته نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل وبالمناسبة يعني تعين على طلبة العلم أنهم ينصحون الناس عن هذه الأمور ينصحونهم عن التصوير في الحبلات وترك النساء والسفهة يعبثون يصورون وهذا يرجع إلى القائم على الحفل هو المسؤول عن هذا وهذا في ذمته عجب أنه أول شيء أنه ما يخلي المسألة هوضة ويكثر من الناس ويكثر من الغوغة والصبيان بل لتكون الدعوة محددة لأشخاص عقلة رجال عقلة ما هي تكون الدعوة لهذه الصفة فوضى يفتح الباب من هبء دبء ولا تضبط الأمور بل على من يقيم الوليمة أنه يعتني بها وأنه يحدد المدعوين ويمنع الصفة نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل لبس الخاتم من السنة؟ لا لبس الخاتم من المباحات اللباس كل ما هو اللباس من المباحات لكن السنة في صفة اللبس في صفة اللبس وهو السنة أما أصل اللباس هو من المباحات نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا لم يحمد الله العاطس فهل يذكر أم يسكت إن علمته إن كان جاهل وعلمته أو إن ناسي وذكرته طيب هذا التعاون على البر والتقوى نعم صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل إذا لبس الرجل فانيلة حمراء خالصة وبنطالا لونه غير أحمر فهل هذا منهي عنه نعم منهي عنه الأحمر الخالص منهي عنه سواء كان ثوبا وافيا أو كان بعض ثوب أو فانيلة أو سروال أو غترة لا يجوز لبس الأحمر الخالص أما الأحمر المخلوط فلا بس نعم صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل هل يجوز اقتناء الأقلام التي باللون الذهبي ولكنه ليس فيه ذهب أو طلاء ذهب إذا لم يكن فيه ذهب فإنما فيه صبغ بويا تشبه الذهب لا حرج ذهب المهم أنه ما يوجد فيه ذهب نعم صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين في أفعالهم وهم يلبسون في اليسار وبين جواز لبس الخاتم في اليسار ليس هذا خاصا بهم ليس هذا خاصا بهم اللباس نعم خاصا بهم يلبسه المسلم والكابل نعم صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل هل لبس العمامة والاكتحال من السنة ويؤجر من قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمامة ما هو من السنة بل هو مباح بغت تلبسه ولا ما تلبسه تلبس عمامة تلبس شمار غترة تلبس طاقية كيفك أو تصلع معلك شيء ما فيه بس هذا من المباحات إلا أنك الأولى أنك ترى عمى عليه المجتمع فتمشي مثلهم ولا تكون شهرة بينهم هذا في العمامة ثاني الاكتحال أما الاكتحال هذا من التجمل التجمل سنة الله جميل يحب الجمع التجمل سنة الاكتحال سنة يعني من التجمل نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن أهجر أحدا من أهلي وأصدقائي بقصد التعديم حلما بأني أهجره بقصد تعديله عن مساره الخاطئ وإنكار المنكر إذا كان يا ما يفعله محرما ونصحته ولم يمتثل وكان في هجره زجر له تهجره أما إذا كان الشيء اللي فعله شيء يسير ما يقتضي الهجر أو أنه الهجر ما ينفع به بل يزيده شرا فإنك لا تهجره بل تستمر على النصيحة معه نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء وهل يعتد بخلاف من خالف في ذلك؟ الحمد لله ما خالف فيها حد يعتد به إلا قول إن شاء الله لا يعتبر والخواتم كانت على نساء الصحابة وهي محلقة والقلايط كانت على نساء الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسنا القلايط ويلبسنا الخواتم ويلبسنا الخلاخيل على الرجلين ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ نعم صلى الله عليه وسلم أما حديث النهي عن الذهب المحلق الذي تمسك بها بعض الباحثين فهذا حديث شاد لخالف الأحاديث التي هي أصح من نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ما ندعو به بقولنا اللهم أقم عالم الجهاد يعد من تمني لقاء العدو المنهي عنه؟ لا هذا من الدعاء بالجهاد الدعاء بالجهاد يعني الجهاد إذا لم يقم حصلت مفاسك فهو دعاء بإقامة الجهاد الشرعي الجهاد الشرعي ما هو بالجهاد اللي يظن باب الجهاد الجهاد لا الجهاد الشرعي المستوهي لشروطه هذا من الدعاء نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل ما الذي يباح للرجل من الفضة؟ يباح للرجل من الفضة الخاتم وقبيعة السيف قبيعة السيف وحلية المنطقة وهي الكمر اللي يلبس في الإنسان يسير موشا بالفضة لا بس نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أن التشميت ثلاث مرات فما بعدها يدعى للعاطس بالشفاء فهل يصح ذلك؟ نعم نعم شمته في المرة الأولى والثانية أما في الثالثة والرابعة فهذا يكون فيه زكاء ما هو هذا العقاس هذا نتيجة مرض فيدعو له بالشفاء نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل قال بعض أهل العلم بأن إجابة الوليمة واجبة إذا كانت وليمة عرص أما غيرها فمستحب نعم هذا نص عليه وليمة العرص لها خاصية ويجب إجابة الدعوة إليها ما لم تشتمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها ومن لا يجب قد عص الله ورسوله هذا في وليمة العرص بل على أن الإجابة واجبة إلا إذا اعترض هذا منكر لا تقدر على إزالته نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل من هو ولي الأمر هل هو الأب والأم أم هو الحاكم ومن هو الذي يجب الاستئذان منه عند الخروج للجهاد كلاهما ولي الأمر إذا أطلق فالمراد به ولي الأمر المسلمين ولي العام وإذا قيد يقال ولي أمر الطفل أو ولي أمر المرأة فالمراد به قريبها أو زوجها فلابد في الجهاد لابد من الاستئذان من الوالدين أولا ثم من ولي الأمر نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم السلام على المبتدع وإذا سلم هل أرد عليه البدعة تختلف البدعة تختلف إذا كانت تقتضي الكبر مثل دعا غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله الكبر هذا لا يسلم عليه وأما إذا كانت البدعة دون الكبر يسلم عليه لأنه لا يزال مسلما إلا إذا كان في هجره إذا كان في هجره وعدم السلام عليه زجر له عن المعصية وعن البدعة ويتأثر بذلك حتى يتوق فهذا لا بأس نعم الهجر مشروع نعم صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل ما رأيكم في كتاب البدع لابن وضاح وهل تنصحون بقراءته هذا جيد بالبدع لابن وضاح ما رجع عظيم من مراجع العلم ما يرجع إليه كذلك الاعتصام للشاطبي وكذلك الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شام إلا أن فيه أنه عفى الله عنها جاز بدعة المولد وقال أنه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم هذه غلطة منه لكن كتابي جملته جيد وفيه كتب مؤلفة للنهي عن البدع نعم عسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يبلغ الأجر بالاتصال على المريض إذا كان مكانه بعيدا عني ولم أستطع الذهاب إليه يقول هل يبلغ الأجر بالاتصال على المريض يحسده نعم إذا لم تستطع الذهاب إليه واتصلت به بالجوال أو بالتلفون هذا نوع من الزيارة وتأنيسه لك في ذلك أجر لكن ليس مثل أجر من ذهب وسار إليه وزاره في منزله أو في المستشفى أبلغ نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز افتراش القماش الأحمر والنوم عليه لا الأحمر ما يستعمل لا فراش ولا لحاف ولا الأحمر الخالص نعم بالنسبة للرجال أما النساء هذا لباسهم النساء هذا لباسهم ما يفعل نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا سلم علي الكافر بتحية كاملة السلام عليكم رحمة الله وبركاته هل أرد عليه بنفس ما قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قال إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فتقول وعليكم بس نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض أخواني يسهرون بالليل وينامون بالنهار وهم لا يصلون إلا إذا قاموا ويجمعون أكثر من صلاة وقد نصحتهم ولم يستجيبوا وأنا الآن هاجرهم ولا أكلمهم ولا أسلم عليهم وهم يسلمون علي وأنا لا أرد عليهم فهل يحقوا لذلك وهل فعل صحيح أول شيء أولئي لا تسكن معهم إذا كنت تقدر على الإمعزال عنهم والسكنة وحدك فأبعد عنهم أما مسألة السلام عليهم فكما ذكر إذا كان السلام عليهم تأثير عليهم بالتوبة وقبول النصيحة سلم عليهم أما إذا كانوا مستمرين ولا يقبلون النصيحة وكان في ترك السلام عليهم زجر لهم يتوبون فهذا من وسائل العلاج لهم فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلّه الثلاثة الذين خلّه تخلّه عن غزوة عن غزوة تبوك من غير عذر هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة حتى تاب الله عليه نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل جاء في الحديث القدسي ابن آدم ملضت فلم تعودني إلى قوله أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده هل القول في شرح هذا الحديث وجدت ثوابي وكرامتي يكون من باب التأويل لا ما هم من باب التأويل ما هم من باب التأويل هذا هو شرح الحديث الحديث جاء شرحه فيه لو وجدتني عنده يعني وجدت أنني أنني أطلع على هذا العمل وأثيف عليه نعم صلى الله عليكم سمحته نعنى أنه قريب سبحانه وتعالى هذه عندية قرب ما هي عندية مكان عندية قرب فهو فوق عرشه وهو عند المريض وعندنا وهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وإحافته نعم وقربه منا نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم العمليات الاستشهادية في بعض بلاد المسلمين وأنهم لا يملكون إلا ذلك وليس عندهم أسلحة ولا يستطيعون أن ينتقموا من العدو إلا بذلك الجهاد ما هو بفوضة ما له بعمليات إلا إذا قاده ولي الأمر نظم ولي الأمر كون جيشا ويكون الجهاد يقوم الجهاد أما مسألة هالأحداث التي دمرت المسلمين وسلطت العدو فهذه ما فيها مصلحة فالفها مضر على المسلمين عاش المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عاشوا ثلاث عشرة سنة وهم يقاسون من ضغط الكفار وآذى الكفار ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقتلوا أحدا أو أن يضربوا أحدا فلإن الله يأمره بالصبر والصف يأمر غسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر والصف وعدم عدم الجهاد كان الجهاد مخرم في مكة هجوز المسلمين المجاهدوهم في مكة لأنهم ضعفة والعدو أقوى منهم لو جاهدوا في مكة لا قضى الكفار على المسلمين فينبغي معرفة هذه الأمور ولا الهوضة ما تجر إلى الشر والانتحار وتفجيرات ما تجر إلى الشر مع أن هؤلاء الذين يقتلون من الكفار في بلادنا يكون محقون دماؤهم بالعهد أو بالأمان ما يجوز الاعتداء عليهم هذه خيانة نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين عدم تمني الموت وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبتهم من النفاق هذا يتمنى الغزو ما يتمنى الموت أخي ما فهمت الحديث يتمنى الغزو والجهاد بسبب الله ما يتمنى الموت نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد